بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على سيلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح حياكم الله وبركاته نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بسماحته وهو 011-442-83-13 011-442-83-13 لمن أراد الاستفسار من الشيخ صالح الفوزان في الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تفسير هذه الآية الشيخ صالح في هذه الآية الكريمة بداية حلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآية يخبر تعالى خبرا مؤكدا بلام القسم لأنه قد جاء إلى هذه العمة المحمدية رسول من أنفسهم أي من جنسهم يعرفون نسبه ويعرفون بلده ويعرفون أمانته وصدقه فقد جاءكم رسول من أنفسكم ومحمه محمد صلى الله عليه وسلم أنا أرسله الله جل وعلا إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا أعزيز عليه ما عندتم هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتعبه ما يتعب الأمة ويريد لها التخفير والتيسير ولا يريد لها المشقة أعزيز عليه ما عندتم حريص عليكم أي على هدايتكم وسعادتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فأوى صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين يشق عليه ما يشق عليه ويفرحه ما يفرحهم ويسرهم بكمال نصحه وأمانته صلى الله عليه وسلم فإن تولوا يقول الله جل وعلا فإن تولوا أعرض عنك ولم يقبلوا ما جئت به فقل حسبي الله الله كافيني أنا لا أريد منكم لا أريد منكم مالا أو أريد منكم طمعا من دنياكم ولا أريد رفعة منكم أو عليكم حسبي الله كافيني لا إله إلاه أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى فكل معبود سواه فهو باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير عليه توكلت اعتمت فوضت أمري إليه ولا أتوكل على سواه سبحانه وتعالى أليه توكلت ولهذا قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر أليه توكلت أي اعتمت وفوضت أمري إليه حسبي الله لا إله إلاه وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم هو رب العرش والعرش هو أعظم المخلوقات وهو فوق المخلوقات وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى وهو عرش لا يحيط به لا تحيط به العقول عرش يحيط بالسماوات والأرض ولذلك قال وهو رب العرش العظيم العظيم وفي آية أخرى عرش الكريم العرش المجيد كل هذه الصفات للعرش الذي هو سقف المخلوقات والله جل وعلا مستوى على العرش وجاء في الحديث أنه مستوى على العرش يعني فوق العرش وهو ليس بحاجة إلى العرش ولا ما دونه وإنما هو الغني سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد وجاء في الحديث أن العرش موضع القدمين مع عظمته وسعته فإنه موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى هذا يدل على العظمة عظمة الله وجلاله وأنه لا تحيط به الأفكار ولا الأوهام ولا الظنون وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرش عال على مخلوقاته نعم جزاكم الله خيرا على هذا التفسير المبين لهذه الآية الكريمة فضيلة الشيخ ماذا يقول الإنسان عند نومه من الأذكار المشروعة استحب له أن ينام على جنبه الآيمن وأن يقرأ آية الكرسي لأنه جاء في الحديث أو صح في الحديث أن من قرأها لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ينام على جنبه الآيمن ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينام على ذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى من المكدرات والمنغصات ومن الشيطان فلا يؤذيه أحد في نومه أحسن الله إليكم هذا سائل يقول الشيخ صالح حفظكم الله بعد أيام نودع عاما ونستقبل عاما جديدا من أعمارنا فما العبرة من التعاقب الشهور وخلوص هذه السنوات واستقبال سنوات جديدة وما الواجب على المسلم نحن في كل يوم نودع عاما ونستقبل عاما خاص في آخر في آخر الشهور الشهر الثاني عشر إنما هذا حساب ويعرف به آجال المعاملات والمكاتبات وهو أمر اصطلاحي هو أمر اصطلاحي وضعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته لما كان يأتيهم كتابات ليس لها تاريخ فوضع هذا التاريخ وابتدأه من شهر محرم لأنه الشهر الذي يقدم فيه الحجاج بعد حجهم فهو أمر اصطلاحي ولا يخص بشيء لا يخص لا بصيام ولا بقيام ولا يخص بشيء دون سائر أيام العام نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول في سؤال له ما الفرق بين الجائز والحلال عند أهل العلم هل هما بمعنى واحد نعم الجائز والحلال والمباح كلها بمعنى واحد هو ما لا يعاقب تاريخه لا يثاب فاعله نعم الدين الذي يكون في ذمة الناس هل أخرج عليه الزكاة بلا شك إذا كان الدين ليس على معسر ولا على مماطل وأنت واثق من الحصول عليه فإنه مثل المال الذي في يدك تزكيه مع أموالك لأنه ملكك نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج الشيخ صالح يقول بعض المصلين الشيخ يدرك الإمام وهو راكع فما الواجب عليه الواجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ينحني للركوع وإن شاء جاء بتكبيرة الانتقال وهي في هذا الموضع السنة وإن شاء اكتفى بتكبيرة الإحرام نعم له سؤال آخر يا شيخ يقول ما حكم تغيير النية في الصلاة يجوز تغيير الفرض إلى نفل ولا يجوز العكس تغيير النفل إلى فرض نعم يقول في سؤال له أيضا السنن الرواتب هل تكفي فيها النية المطلقة أعني لو كان علي فوائت هل أنوي أن هذه راتبة الظهر القبلية مثلا وهذه راتبة الظهر البعدية أو يكفي التعيين بأنها راتبة الظهر فقط قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فصلاتك على ما نويت نعم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل رد البعض من المهتمين بلا حاديث رد بعضهم أحاديث في الصحيحين بزعم أنها مخالفة لظاهر القرآن أو مخالفة للعقل فما الحكم الشيخ صالح هذا كلام باطل ولا يجوز الالتفات إليه ولا الاعتماد عليه ويجب مناصحة من يتفوه بمثله هذا الكلام فإنما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قبوله ويجب احترامه ولا يجوز الكلام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بعضها لأنه يخالف العقل هذا كلام باطل فالنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبداً النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبداً فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح نعم حسن الله إليكم هذا زوج يسأل يقول يرى بعض الأزواج يا شيخ تأخير الحمل لزوجته لمصلحة الزوجة ما حكم ذلك وأيضاً ما حكم موانع الحمل من اللولب ومانع الحمل وغيرها يجوز أخذ الأدوية التي تؤخر الحمل ولا تقطعه لا يجوز أخذ الأدوية تقطع الحمل وإنما يجوز أن تأخذ الأدوية التي تؤخر عنها الحمل إلى أن تستطيع الحمل والولادة والرضاع إذا كان هذا لعذر شرعي وهذا يرجع فيه إلى الأطباء من الأسئلة التي وردت يا شيخ صالح يقول السائل ما السبيل يا شيخ صالح إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقاداً وسلوكاً وعملاً التعلم الطريق الصحيح لمعرفة التوحيد وتحقيقه هو تعلم التوحيد ودراسة التوحيد على العلماء الموثوقين ومن الكتب الموثوقة يكون هذا على العلماء في المساجد أو على العلماء في المدارس والمعاهد والكليات نعم السائل الفضيلة الشيخ من رياض أبو عبد الله يقول أرجو أن تحدثونا عن الإمام أحمد بن حمل رحمه الله ورضي عنه وأشهر الكتب التي ألفها في ذلك والإمام أحمد رحمه الله إمام جليل وهو إمام أهل السنة وهو الذي قاوم القول بخلق القرآن وعذب في ذلك وصبر واحتسب سجن وضرب فأبا يقول بخلق القرآن الذي تبنته المعتزلة وأثرت على الخليفة المأمون حتى أراد أن يلزم الناس بهذا الرأي ولكن الإمام أحمد وقف في وجه هذا الزحف الباطل وسد هذه الثغراء العظيمة فلذلك سمي بإمام أهل السنة لصبره وثباته وهو من أكبر المحدثين بل هو شيخ المحدثين هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود شيخ العلمة شيخ المحدثين قال النظم في وصفه حوى ألف ألف يعني ألف ألف حديث مليون يعني حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها بقلب محصلي فهو حافظ وإمام جليل وهو الذي دافع عن السنة وقاوم أهل البدعة وثبت على ذلك صبر على الضرب والسجن وحتى نصره الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم نذكر مرة ثانية بتليفون البرنامج نذكر السادة المشاهدين 011-442-83-13 011-442-83-13 فضيلة الشيخ يقول هذا سائل ما معنى حديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك نعم إن الرقى هذا حديث صحيح إن الرقى والتمائم والتولى شرك هذه الرقى غير الشرعية الرقى التي فيها التعوذات الباطلة فيها الكلام الباطل الرقى الجاهلية هذه شرك وأما الرقى الصحيحة من الكتاب والسنة والأدعية المشروعة فهي رقى صحيحة ونافعة بإذن الله والتمائم شيء يعلقونه على الأولاد يزعمون أنه يمنع العين هذا أمر باطل وتعلق على غير الله سبحانه وتوكل على غير الله إن الرقى والتمائم والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته وهذا أيضا باطل وهو من الشرك نبدأ بالاتصالات ونأخذ عمر من الطائف تفضل يا عمر السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أخذت عمر يا شيخ السنة هذه الله جزاك خير وبعدين عكست عكست الاتجاه بدأت من الصفا وانتهيت في بدأت من المرأة وانتهيت في الصفا شخص يعني يا الله يزا خير كلمته وقال أنت المفروض ما تبدأ من هنا بعد ما انتهيت وكلمت العسكري قال للعسكري أنت المفروض ما تنتهي هنا عندنا تنتهي في نفس المرأة طيب اسمع الإجابة إذا كنت أكمل سبعة أشواط تبدأ من الصفا كل شوط في صدق طيب لا في صدق في صدق من جوارك يا أخ عمر يا عمر عطني السؤال الثاني طيب السؤال الثاني السؤال الثاني حديث عن عن ابو هريرة رضي الله عنه إن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة طيب هل يحفظها حفظ هذه وصحيحة طيب والسؤال الثالث السؤال الثالث إن خدت عدة عمرات اعتمرت عدة مرات وكلما اعتمرت مررت بس المقصة في بعض الاتجاهات من الشعر وما قصت كل الرحل واضح شكرا يا عمر خلاص نودعك أستاذ عمر شكرا أخذ في السؤال الأول شيخ أخذ عمر وعكس البداية من الصفة والمروة أخذ العكس المهم أنه يأتي بسبعة شوط كل شوط يبدأ من الصفة وينتهي بالمروة ذهابه سعية ورجوعه سعية يعني ذهابه من الصفة إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفة شوط آخر وهكذا حتى يكمل سبعة شوط يتبدأ من الصفة وتنتهي بالمروة نعم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هذا الحديث شيخ نعم الحديث صحيح وليست أسماء الله محصورة بتسعة وتسعين ولكن هذه التسعة وتسعين لها خاصية لها خاصية من بين الأسماء الربانية من أحصاها يعني عرفها وعمل بها عرفها وعمل بها ودعى الله بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم يقول بأنه أخذ عدة عمر فضيلة الشيخ ولكنه لا يحلق بل يقصر ويأخذ من الأطراف نعم التقصير يكفي لكن الحلق أفضل وإذا كان التقصير من جميع جوانب الرأس فهو كافي لا يأخذ من جانب يقصر من جانب ويترك الجانب بل يأخذ من جوانبه ومن وسطه ولا يتركه جانبا من الرأس إلا وقد قص منه نعم نعود إلى السائل سأل عن معنى حديث الرقى والتمائم والتي ولا شرك يقول التميمة من القرآن ويتعلق على الطفل هذا محل نظر واختلف العلماء فيه إذا كانت من القرآن بعضهم يجيزها ويجيز تعليقها وبعضهم ينهى عنها لأن هذا يفتح الباب لأنه يعلق غير ما هو من القرآن فسدًا للذريعة منعوها نعم الشيخ صالح الشرك الأصغر هل يخرج صاحبه من الملة؟ لا الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد ويخشى أنه يتدرج إلى الشرك الأكبر نعم يقول في الآية الكريمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن على من يعود الضمير في قوله وجادلهم هي المدعوين جادلهم أي جادل المدعوين نعم الشيخ حفظكم الله ما هو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر نعم العلم الذي يحتاجه الداعي والآمر هو أن يعرف أن يعلم ما يدعو إليه هو ما ينهى عنه وكذلك يعلم ما يأمر به وما ينهى عنه فلا يأمر بجهل أو يدعو بجهل وإنما يكون عن علم نعم يقول في الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث إذا كان الإنسان لديه القدرة على العيش في رغد فهل ينطبق عليه هذه الآية الكريمة وما معنى وأما بنعمة ربك فحدث يعني اذكرها اذكرها بلسانك واعتقدها بقلبك واعمل واستعملها بطاعة الله فأركان الشكر ثلاثة أركان شكر النعمة ثلاثة التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة مستيها وموليها هذه أركان الشكر نعم تفضل يا محمد من المدينة سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام كيف كيف حاك يا شيخ هياكم الله عندي شؤال تفضل عندي الوالدة عندها فلوس وبيتطلع الزكاة وعندها البنت عندها بنت محتاجة هل يجوز نطلع الزكاة لا ولا ما تصح زكاة الوالد لولده ولا العكس ولا زكاة الولد لوالده في صلب يا شيخ طيح شكرا تعطيها من غير الزكاة يا أخي حفظكم الله شكرا شكرا إخوان لعلكم تعالجون هذا الصدى الواصل من الجوال السائل وأيضا الكنترول حنين الجذع فضيلة الشيخ وبعض المعجزات التي ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثونا عنها نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة أعظمها القرآن الكريم الذي أعجز البشرية أعجز العرب والفصحة وأعجز البلغة مع أنه بلسان عربي وبلغة عربية فهذا أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وله معجزات أخرى مثل حنين الجذع إليه الجذع الذي كان يخطب ويتكي عليه جذع نخله كان يضع يده عليه ويخطب ثم لما صنع له المنبر ذهى صعد على المنبر وترك الجذع فحن الجذع إليه كحنين الطهل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو لوالدي أو أجدادي ما حكم ذلك وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم وإهداؤه لثوابهن والله هذا ما ورد فيه دليل هذا ما ورد فيه دليل يعني أنه يطوف لأحد مجرد طواف فقط إنما يعتمر له أو يحج له هذا هو الذي وردت به ألا دل أما إفراد الطواف لأحد أو تلاوة القرآن ويهدي ثوابها لأحد هذا أجازه بعض العلماء ولكن الصحيح أنه غير مشروع لأنه لا دليل على ذلك نعم تفضل يا محمد معنا على الخط السلام عليكم عليكم السلام السلام يا بابلت الشيخة أريد سألك عن الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة شرب وهو واقف وكم مرة بان وهو واقف صلى الله عليه وسلم رسال أول السؤال الثاني السؤال الثاني كم عدد اليهود الذين أسلموا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال الثالث عن الأمر المعروف هل هو أواجب على كل فرج أو على من سبيل هيئة فقط شكراً هل ورد عن الرسول أنه شرب واقفاً وكم مرة يا شيخ؟ كم مرة لا أدري لكن ثبت أنه شرب واقفاً عليه الصلاة والسلام فيجوز الشرب وهو واقف نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فضيلة الشيخ على كل إنسان أم مخصصين في ذلك أناس؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لكل مسلم ولكنه بحسب الاستطاعة من رأى قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فلغيره بيده وهذا لولي الأمر ولمن أنابه ولي الأمر اليد إنما تكون لولي الأمر أو نائب ولي الأمر ورجال الحسبة وأما اللسان فإنه إذا كان عنده علم ومعرفة فإنه يبين بلسانه وينهى بلسانه ويأمر بلسانه وعلى حسب معرفته وعلمه ومهما استطاع ما لم يمنع من ذلك فإذا لم يكن عنده استطاعة لا باليد ولا باللسان فينكر المنكر بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني من رضي بالمنكر ولم ينكره ولا بقلبه فهذا يدل على عدم إيمانه نعم يسأل هذا السائل يا شيخ عن حكم القبور زيارة القبور والتوسل بالأضرحة والموتى وأفيدونا بذلك زيارة القبور على نوعين زيارة مشروعة وهي التي يقصد منها الاعتبار والاتعاض برؤية المقابر والموتى ويقصد منها الدعاء للأموات ترحم عليهم والاستغفار لهم لأنهم بحاجة إلى ذلك هذه زيارة مشروعة بنوعيها وأما الزيارة الممنوعة فهي التي يقصد بها التوسل بالأموات وطلب الشفاعة من الأموات أو طلب الحوائج من الأموات وهذه شرك هذه زيارة شركية ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أحسن الله إليكم يسأل عن معنى آية كريمة في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون نعم هذه في الذين يريثون الأرض من بعد أهلها يعني إذا هلكت أمة بالعذاب لكفرها وجاء بعدهم قوم سكنوا في محلهم عليهم أن يعتبروا ويتعظوا ولا يفعلوا مثل ما فعل من سبقهم بل يتوبون إلى الله ولا يأمنون من العقوبة والعذاب بل يكونون على خوف ووجل أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم نعم تفضل يا أبو طلال من المدينة المبوية له سؤالان تفضل أبو طلال سؤال الأول هل الدعوة إلى الإسلام واجبة على كل نسل والسؤال الثانية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم نعم هل معظمهم من الأعراب أو من المدينة طيب وبالنسبة لليهود الذين اعتنقوا الإسلام طيب أددهم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الله خير شكرا هل الدعوة إلى الإسلام واجبة على كل مسلم شخص صالح على من يستطيع الدعوة وعنده علم وبصيرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واجادلهم بالتي هي أحسن فالذي يستطيع أن يدعو إلى الله بعلم وبصيرة ومعرفة فإنه يجب عليه الدعوة إلى الله نعم يقول بالنسبة للصحابة هل هم من الأعراب أو من المدينة النبوية من الأعراب ومن الحاضرة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فمنهم مؤمنون صادقون في الإيمان نعم رجل نام ثم استيقظ شيخ ثم صلى الفجر وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث حدثا يوجب الغسل ما صحة هذه الصلاة غير صحيحة الواجب عليها أن يغتسل من الاحتلام وأن يعيد الصلاة لأنه صلى على غير طهارة نعم هل طلاق السكران ينفذ يا شيخ هذا يرجع فيه إلى المحكمة نعم المولود الذي ولد وتوفي مباشرة هل له عقيقة نعم له عقيقة ما دام أنه مات بعد نفخ الروح فيه فإنه تشرع له العقيقة نعم فضيلة الشيخ يقول هل يجوز الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة في ركعة واحدة لا بأس بذلك قال الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن اقرأوا ما تيسر منه فيقرأ ما تيسر سورة أو سور أو آية أو آيات الحمد لله الأمر في هذا واسع وكل ما أكثر القراءة فهو أفضل إلا أن يشق على المأمومين الذين خلفه نعم رجل يا شيخ له مجموعة من الأبناء والبنات وهو عامي ولم يعق عن أحد منهم والآن هو في السبعين من عمره فكان جاهلا ومتهاونا في ذلك ماذا عليه الآن؟ ليس عليه شيء العقيقة سنة ليست واجبة نعم رجل يا شيخ اعتمر وبعدما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف لعمل الله وبعد أن انتهى منه أراد أن يعتمر للميت فهل هذا جائز؟ لا بأس به يعتمر إذا كان أدى عمرة الإسلام فلا هو أن يكرر العمرة لنفسه ولغيره من الأحياء والأموات نعم يسأل عن الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها هل الورود في الآية بمعنى الدخول أو المرور على الصراط المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها المراد بذلك المرور على الصراط نعم يقول في الآية الكريمة أيضا وفي ختم أسئلة يقول في الآية فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ نعم ويلٌ كلمة عذاب وقيل وادٍ في جهنم للمصلين الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ يعني يؤخرونها عن وقتها لا يصلون في الوقت ينمون عنها ويؤخرونها عن وقتها متعمدين ذلك متساهلين هذا إضاءة للصلاة فخلف من بعدهم خلفنا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غي أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها من غير عذر نعم يسأل الشيخ أيضا عن الآية وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه القلب بيد الله عز وجل يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء نعم الشيخ صالح هذا إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة وهو يصلي هل عليه سجود سهو؟ يستحب له سجود السهو ولا يجب في هذه الحالة نعم يقول السائل يا شيخ دخل رجل وأنا في مجلس فقام له جميع الحاضرون في البيت ولكنني لم أقم فهل يلزمني القيام؟ إذا كان القيام لاستقباله والسلام عليه فلا بأس أما إذا كان القيام لمجرد تعظيمه فهذا لا يجوز ولا يجوز للداخل أن يرضى بذلك أما إذا قاموا لأجل أن يساعدوه على الجلوس أو لأجل أن يسلموا عليه فلا بأس بذلك بل هذا الطيب فضيلة الشيخ هذا السائل يقول إذا دفن الميت في القبر فهل يجوز له يجوز للآخرين أن يصلوا عليه نعم من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه يصلي على قبره وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ماتت امرأة في الليل ودفنوها وفقدها الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنها أخبروا أنها ماتت بالليل وأنهم دفنوها فقال هل لا آذنتموني يعني أخبرتموني دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلى على القبر نعم نايف معنا فضل نايف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم عندي سؤال يا شيخ من ناحية السفر المسافة ثابتة على 83 يعني لازم تتعدى 83 ويجب عليك القصر والجمع هذا السؤال الأول السؤال الثاني نعم السؤال الثاني السؤال الثاني الجمع والقصر يقتصر على أربع أيام بعد أربع أيام تتم حتى لو من كنت عند البنيان وعند جماعة مسجد السؤال الثالث الله يجزاكم خير من ناحية الحنة والكتم الصبغة صبغة اللحية الحنة والكتم أحيانا ينصير سودة أو يتميل للسرات هل هي جائزة؟ طيب شكرا المسافة 83 في السفر فضيلة الشيخ أم لا بد من استفاء المدة؟ المسافة 83 80 كيلو يعني مرحلتان كل مرحلة 40 كيلو هذه مسافة السفر المجموع 80 كيلو نعم والجمع والقصر هل له مدة معينة؟ الجمع والقصر ما دام جادا به السير يجمع ويقصر فإذا نزل أثناء السفر فإنه يقصر ولا يجمع أثناء إقامته وإذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة لأنه انقطع سفر بهذه نية الإقامة الحنى والكتم قد يصير أسود فضيلة الشيخ؟ لا ما يصير أسود خالص إذا صار أحمر يضرب للسواد فلا بأس بذلك إنما الممنوع الأسود الخالص نعم أحسن الله إليكم الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل عزكم الله والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء الحار أو بالحرق؟ يجوز قتل المؤذي إذا كان لا يندفع شره إلا بقتل يقتل المؤذي ولكن بالنار أو بالماء الحار لا يجوز هذا يقتل بغير النار لا يعذب بالنار إلا رب النار كما في الحديث نعم يقول السائل يا شيخ عاهدت نفسي عاهدت الله أكثر من مرة ألا أقدم على هذا العمل المخالف للشريعة ولكنني لم أوفي بهذا العهد فهل علي كفارة وأرجو نصيحتي؟ نعم إذا حلفت على ترك شيء أو على فعل شيء ثم خالفت يمينك فإن تجب عليك الكفارة نعم تفضل يا عمر من الرياض السلام عليكم الله عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم تردد وامتنع عن الصلاة على جنازة صاحبها مديون هل يجوز الصلاة على شخص قبل قضاء دينه؟ والسلام عليكم شكرا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمت إليه جنازة ليصلي عليها سأل هل عليها دين؟ قالوا نعم عليها ديناران فتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم فقال رجل أنا أتحمل الدينارين يا رسول الله فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الرسول لا يصلي على من عليه دين نعم أحسن الله إليكم هل هناك شروط شيخ لإجابة الدعاء وما هي الأوقات الذي أدعو الله فيستجيب لي؟ أدعو الله بكل ما تحتاج إلى ذلك ولكن أوقات الإجابة آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكذلك في يوم الجمعة ساعة من يوم الجمعة ساعة في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له نعم أحسن الله إليكم الشيخ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في جميع أحواله؟ الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء لأن ذلك من أسباب الإجابة وإظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى فالغالب أنه كان يرفع يديه في الدعاء السائلة مدرسة أم محمد من الرياض تقول كيف أبر أمي بعد موتها؟ وقد قصرت الحقيقة في برها في حياتها تبر بها بالصدقة عنها وبالحج والعمر عنها وبالدعاء لها والاستغفار لها لا ينقطع البر بموت الوالد وفي الحديث أولد صالح يدعو له إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو أولد صالح يدعو له نعم السائل أبو إبراهيم يقول الشيخ بماذا تنصحون الشيخ صالح الدعاة إلى الله حيال موقفهم حيال موقفهم من المبتدعة أو البدعة نرجو من فضيلتكم توجيه يجب على الدعاة إلى الله أن يبينوا للمبتدعة خطأهم وينهوهم عن البدعة ويحذروهم منها نعم يا شيخ هل يصح قضاء الوتر بعد الفجر يصح بعد ارتفاع الشمس يشرع بعد ارتفاع الشمس مع شفعه إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع ركعات بسلامين وهكذا يشفعه يقضيه في النهار ويشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا فاته الوتر بالليل قضاه بالنهار بشمع شفعه علي من الخرج تفضل يا علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا علي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قصر التلفزيون الآن في صدى عندي في السماعة قصر التلفزيون شوي على الصامت الله يرضى عليك على الصامت طيب عطنا الأسئلة عندي ضرامك سؤال يا شيخ الله يحفظك عن تشيراتي حلال ولا مي بحلال وشي؟ تشيرات حقية العمال اللي يأخذونها ويبيعونها طيب وغير السؤال هذا الثاني الثاني بل عمرك اللي يأخذ العمال ويفكهم يأخذ عليهم آخر الشهر طيب شكرا لك الثالثة العمرك عندي سؤالات الله يخيك فضل عندنا أولاء طال عمرك يعقوم بوليهم وما توجيه الشيخ الله يبهر آذين إن شاء الله بارك الله فيك الله يحفظك فضيلة الشيخ يقول هذا الذي التأشيرات يأخذونها ثم يقومون ببيعها هذه لها نظام يا أخي اللي خالف النظام لا يجوز يجب عليهم يتمشى مع النظام ولا يخالفه نعم يأتي بعمال ويأخذ منهم آخر الشهر مقدارا من المال كذلك هذا يتبع نظام العمال والاستقدام لا يجوز لها أن يخالفه نعم يقول أرجو من فضيلتكم أحفظكم الله الشيخ صالح توجيه كلمة لأولئك الذين عقوا آباءهم وأمهاتهم باب التوبة مفتوح عليهم أن يبروا بهم أحيان وأمواتا ويستغفر الله عما حصل من التقصير والله جل وعلا يتوب على من تاب نعم هل يجوز شيخ يصلي الشخص الشفع والوتر بثلاث ركعات وسلام واحد؟ نعم لكن لا يجلس فيها ثلاث سرد ولا يجلس بينها لأن لا يشبهها بصلاة المغرب نعم وبالنسبة للسنن الرواتب عند المسافر هل تسقط عنه؟ إلا راتبة البجر تسقط عنه إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالراتبة إلا صلاة البجر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا سفرا ولا حضرا نعم يقول الشيخ في سؤاله الأخير متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ من ارتفاع الشمس ضد الرمح وينتهي باستواء الشمس فوق الرعوس وقت الظهيرة نعم أحسن الله إليكم إمامة الصبي في الصلاة هل تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنا؟ إذا كان مميزا ويحفظ من القرآن نعم تصح إمامته نعم أحسن الله إليك شيخ المراء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة نعم لأن وجه الله عظيم ولا يسأل بالعظيم إلا شيء عظيم والجنة هي أعظم شيء فلا يسأل به أمور الدنيا نعم لأن هذا فيه إهانة لهذه الصفة العظيمة نعم فضيلة الشيخ يقول بأنه حج هذه السنة ولكنه لبس إحرام على شكل وزره فماذا يلزمه الآن؟ هذا خطأ ولكن حجه أو عمرته صحية إن شاء الله ولا يعود لمثل هذا يلف الإزار على نفسه ويثبته بحزام يكون فوقه ولا يحتاج أنه يخيطها ويجعله مثل صفة الإزار أو صفة السراويل ما يجوز هذا نعم الشيخ سنن الرواتب مثل سنة الظهر الأربع القبلية هل يجوز للإنسان أن يصليها أربعا بدون تشهد؟ لا الأكمل ولا أفضل لأن يصلي كل ركعتين بسلام نعم الشيخ بالنسبة لمسألة العزاو والاجتماع عليها بعض الناس يتكلف في ذلك فلو كلمناهم يقولون نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد وإنما القصد به العادة فكيف الرد عليهم؟ لا يجوز التجمع للعزاو وتعطيل الأعمال والجلوس في البيوت وفتح الباب للعزاو وتحديده بأيام وصنعة الولائم كل هذا لا يجوز والعزا ميسر ما يحتاج إلى هذا التكلف إذا لقيت المصاب فعزي سلم عليه وعزي وادعو الله للميت في أي مكان في المسجد في المتجر في الشارع في أي مكان مكان العمل ولا حاجة إلى اجتماع ولا إلى عمل ولايم ولا إلى تحديد مدة نعم فضيلة الشيخ إذا كان في الحارة أكثر يقول من مسجد فمع من أردد الأذان؟ القريب منك مع الذي تسمعه قريبا منك نعم أبو عبد الله له ثلاثة أسئلة نختصرها ونطرحها على الشيخ ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تجوز ولا تصح لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ خلف الصف ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره ويعيد الصلاة نعم أخيرا شيخ ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لم يرد هذا ما ورد أن العصر تجمع مع الجمعة وليست العصر من جنس الجمعة حتى تجمع معها نعم شيخ صالح نحن في نهاية كل حلقة وفي هذا المنبر منبر الفتاوى دائما ندعو لجنودنا المرابطون على الثغور لعل لكم دعا وتوجيه لهم مأجورين توجيه نوصيهم بتقوى الله وحسن النية وأن يحتسبوا الأجر من الله عز وجل حتى يحصلوا على ثواب المرابطين وواجبنا أن ندعو لهم وأن الله يعينهم وأن يثبت أقدامهم وأن يتقبل منهم فإنهم يدافعون عن بلاد المسلمين وعن المسلمين ويتعرضون للخطر ما في شك فهم على أجر عظيم لكن عليهم أن يحسنوا النية وقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى نعم شكر الله لسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاه والذي الحقيقة استفدنا من إجاباته المبنية على الكتاب والسنة جعل الله ذلك في ميزان حسناته ورفع درجاته في المهديين شكرا لإخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا وشكرا لفريق العمل الذين هيئوا هذه الحلقة على الهواء مباشرة من الفنيين والمخرجين والمعدين هذه تحية من المخرج سلطان العتيبي الذي أخرج هذه الحلقة الموفقة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته